فيه كلام كتير قوي انتشر الفترة اللي فاتت ومن محللين كمان رياضيين بيقولوا انه هو كان قاصد انه هو يضطرد عشان يخف الضغط شوية من قبل الحكم على اللعيبة هل تتفق مع هذا الكلام؟ انا اتفق مع انه قدار المعركة النفسية بامتياز من اول مؤتمرات الصحفية قبل المباراة مرورا بالمباراة كان فيه تحفز كبير من جسامة احنا كنا متوقعين وشوفنا جسامة قبل كده في مطشط كتير يمكن مع الاهلي تحديدا كنا بنشوف هو ازاي بيقدر يركب صاحب الارض الجيم زي ما بنقول هو حكم ما تقدرش تمسك عليه حاجة يعني ما فيش قرارات فجة بيقدر يحتسبها بيحسبش ضرب الجزاء مش حقيقية او مش كده انما بيقدر ازاي يركب المنافس يوقف اللعب يوقف اللعب فاولات كتير في كل حتة اي احتكاج بيحسبه المنافس كل حاجة يعني كل حاجة بيعملها انما في الاخر تطلع يتبصي هو عمل ايه يؤثر على المطش تلاقي ما تلاقيش حكم فمنتهى البراعة في الحتة دي شطر قوي فيها يعني فطبعا كان فيه تحفز كبير واحنا قدمنا احتجاج قبل المباراة وكده فطبيعي ان التحفز كان حيزيد الراجل استقبل كل ده او عمل زي ما بيقول بالبلد النمرة دي يعني عشان ياخد كل الطاقة السلبية بتاعت الحكم عليه وخلي الحكم يركز معه والحكم صبعا يقدر نو يدي طرد تاني للاعبه وكده في نفس الوقت هو نجح في خطته تماما خلي الحكم يركز معه للمطش واستهدفه عشان يطرده رغم ان هو ما عملش حاجة فهو ضحب يعني بالبلد كده ضحب نفسه يعني عشان خطر الفرقة ودي حاجة زكية منه حقيقة ان قدرت المباراة ما بتبقاش في التسعين ديقة بس هو الجيم مانجمنت بيبتدي من قبل كده وهو كان زكي جدا في التعامل النفسي ووضح ده كمان من تعامله النفسي مع اللعيبة احنا بنقول ان احنا دايما بنكون متفوقين في البطولات المجمعة وان الروح رجعت وكلام من ده احنا في 2019 ما كانتش الروح دي موجودة ليه عشان كده بيقولك مع انها معظم اللعيبة هي اللي كانت في 2019 هي اللي موجودة النهاردة لما المدرب المدرب هو اللي بيقدر يلم اللعيبة هو اللي بيقدر يصحي عندهم الحس ده وبيقدر يجمع اللعيبة كلها احنا بنشوف مشاهد ما بين لعيبة الاهلي ولعيبة الزمال جرام بالتناحر اللي كان موجود قبل كده قبل البطولة بنشوف مشاهد جميلة ما بين كل اللعيبة فدي حاجة عشان كده من الاول أنا قلت لك كل ده يرجع للمدرب المدرب كويس المدرب عارف هو عايز هو شخصياته قوية هو اللي بيقدر يعمل كده وبيقدر يلمي اللعيبة وبنشوف المستوى وبنشوف الروح اللي احنا شايفينها هدلوقتي طيب اللي بيحصل ده شبه بطولة 98 مع كابتن محمود الجهري وكنا منشوف ساعتها بنسمع انه الناس ما كانش راضي عن اداء المنتخب في البطولة ومعترضين على لعيبة زي حسام حسن وبعدين حسام حسن اخد محداف البطولة شايف ازاي الموضوع ده ولو احنا ربنا كرمنا وكسبنا البطولة دي شايفها من المرات الأصعب بالنسبة لنا شبه 98 شبه 98 جدا في حاجة مهمة ان الجمهور ما كانش منتظر من المنتخب حاجة يعني كلنا كنا محبطين في الاول من الاداء بتوقعات متدنية جدا للمنتخب ومش حاسين المنتخب قدر يعمل حاجة ومع دين مع البطولة شفنا تغير كبير في الاداء وتغير كبير في الروح وخصوصا ان برضو كابتن جوهري قبل 98 ما كانش موجود قبلها بفترة طويلة وبردو كيروش ما كانش موجود قبل المرحلة دي او قبل البطولة دي بفترة طويلة فالاداء كان مفاجئ بالنسبة لكتير من الجمهور يمكن انا قبل البطولة اتسألت وقلت ان المنتخب مكانه الطبيعي في الاربعة الكبار قالوا لي ده تفاقل زي دي يعني مفيش حاجة تدل قلت لهم انا شايف ده شايف بالسكواد وشايف بالمدرب اللي معنا وشايف بتطور المنتخب خلال البطولة العربية الحقيقة فالطبيعي ان احنا مكانتنا تكون في الاربعة اللي فوق مقدرش اقول لك احنا او مقدرش اقول ان انا هاخد البطولة لكن بالنسبة لي ان احنا نوصل سيمي فاينل ده معناه ان احنا عملنا بطولة كويسة ودخلنا في المكانة اللي نستحقها والحمد لله ده حصل يعني حد ان اشتركوا في القناة